أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات وذلك سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته وأوضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الإسماعيلية تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استفائها للاشتراطات الصحية والترخيص حيث تم إغلاق عدد من المنشآت الطبية المخالفة لاشتراطات الترخيص في المحافظة